تشهد بلدية زرعة بتوفد المئات من طالبية العمل اليومي في مجال الفلاحة يعيشون ظروفا اقاسية خصوصا وان الحرارة مرتفعة ان يقضون قيللتهم في حديقة عمومية ويبتون فيها وهمهم الوحيد الاسترزاق يقول حاكم عمار في هذا تقريب هؤلاء ليسوا فريق لاجئين بل هم جزائريون من ولايات مجاورة لبسكرة قدموا الى مزرعة بحثا عن عمل يومي في الفلاحة جينا من رسل ميعاد نخدمه هنا على الارواحنا نسمى الخدمة ما كاشو البلاد ليه احنا من ضائرة جامعة وليت الود جايين لهذا المكان هذا نحوسوا الى العمل ولقمة العيش ولو كانت موجودة هناك حتى اعمال بسيطة من جوش لهذا المكان الصعب هذا في هذه الحديقة يلتقون هنا يقضون فترة القيلولة وهنا يبيتون في ظروف مزرية منهم القصر والطلبة وجود كاميرا الشروق هناك فرصة لهم لرفع نداءاتهم الى سلطات بلدياتهم طالبوا الدولة باش نوضى النعيون ومحيطات فلاحية في المرارة من جوش احنا اللي مزيع علينا نخدم توفير العمل وان شاء الله معاش نجول هذا المكان القاسي نخدمه فيه عند الدار يعني انهم يعدون بالمئات تحدوا قسوة الطبيعة وفضلوا العمل ولو على حساب قواهم البدنية ما يهمهم سد الرمق وجمع مصروف الجيب ترجمة نانسي قنقر